وهذا كذب الشيخ حنبلي الشيخ حنبلي ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إمامه لأنه يريد الحق يريد الحق مثل شيخ الإسلام بن تيمية ومثل بن القيم وغيرهم من المحققين إنهم ما يتعصبون إنما يأخذون بما قام عليه الدليل لكن ما يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلاً بعد جيل فهو لا يدعي لاجتهاد المطلق يعني يكون في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي ما هو إدعى هذه المرتبة يكذبون عليه نعم نعم ترجمة نانسي قنقر